بتجمعه كام؟ هل فيه ارقام بتجمعه كام في السنة؟ نجمع طريبا مليار ومئتين مليون في السنة في تأمين الاجباري بتصرفه كام؟ وبنصف يمكن اكتر منهم بنصف تي جدا نا لسه ربع الاخير ده صنف في ربع مئت مليون جنيه في ربع واحد يعني أنا بقلت حاليك اللي هو مش مأمن أو الناس اللي هي المجهل بنصف حوالي مئتين مليون في السنة فيه نرجع تاني لتأمين العربيات بقى اللي اسمه التكميل تأمين التكميلي تأمين التكميلي كيف تأثر هذا التأمين بارتفاع الأسعار؟ يعني احنا دلوقتي أنا مأمنة على عربيتي برقم جولي بشركة التأمين قلت لي يا أستاذة لميز دلوقتي العربيات غلت وخطع الغيار غلت نتيجة الديفاليواشن وقيمة سوقية العربية غلت فأنتي لازم ترفعي قيمة التأمين صحيح طيب ده ماشي احنا حضرك في الحالات اللي زيدي في الحقيقة يمكن بنجد بعض الصعوبات في إقناع العميل إنه إزاي يزود مبلغ التأمين عشان خاطر يواجه القيمة الحقيقية احنا هي الفكرة من التأمين في الأساس إنه إحنا بنجمع أقصات التأمين عشان نواجه منها الحوادث المختلفة الأساس بتاعنا في حساب قصة التأمين هو مبلغ تأمين السيارة أو قيمة السيارة وبالتالي لو السيارة ارتفعت قيمتها يعني معناها ارتفعت حتى تكاليف الإصلاح بتاعتها وتكاليف التعويض بتاعها وما نعكس ده على إصت التأمين هيخلي إنه مبلغ الإصت اللي إحنا بنجمعه غير كافي وبالتالي بيعرض شركات التأمين لخسارة وحضرك عارفة إنه إزا أنا كنت أتعرض بسبب ده لخسارة مش هقدر أكمل هذه الخدمة وبالتالي يجب على العميل ويجب علينا كشركة التأمين إنه إحنا نعيد حساب مبلغ التأمين مرة تانية يعادل القيمة السوقية ومع ذلك حتى لو العميل رفع مبلغ التأمين وخلاه زي القيمة السوقية ده ما بيعودش كل خسائرنا لأن حضرتك النهاردة قطع إذا كانت السيارة وهي بحالتها الجديدة مثلا ارتفعت تمانها من مليون جنيه إلى 3 أو 4 مليون جنيه أو أكتر دلوقتي قطع الغيار زادت يمكن عشر أضعاف النسبة صحيح وبالتالي مهما أنا رفعت قيمة التأمين وخلته زي قيمة السيارة ما زلت أنا كشركة تأمين بتحمل تضخم أعلى بكتير في قطع الغيار وفي الإصلاح بيعوضوا جزء من أقصات التأمين اللي احنا بجمع صحيح بس مثلا أستاذ خالد يعني أنا اشتريت العربية أول السنة في يناير جات بقى حصل مليونزي فاليويشن عدت عليك قيمة السوقية للعربية زادت حصل كذا احنا في كل مرة انت هتعلني انت ما بتعلنيش في كل مرة وتقولي ان القيمة السوقية زادت لا احنا برضو خدنا نهج كده ان احنا بنعمل كل كوارتر او كل طلع الشهور بنعمل ريفيو على مبالغ كل ربع كل ربع على أسعار العربيات وان نبتدي يعني مجهود مش بنسبة 100% بنقافر كل الناس ان احنا بننبيهم ان عربيتك زادت 10% 20% خلي بالك في الحالة دي انت يهافت وانكريز السامنشورد بتاع العربية انت العربية بتاعتك بقت الضعف خلينا لازم نكون التأميم بتاعك مزبوط طبعا بيتدخر في كل ده كذا عامل العامل اللي هو العميل ما امن معي مباشرة او ما امن من خلال وسيط او انا النهاردة بعمله ثقافة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي او رسائل او من هذا القبيل يعني كل ده لي عشان نحافظ على خدمتنا ليس ساعة الحدث اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة